اشتركوا في القناة اخواتا كريمات نفتتح كلامنا بأعظم كلام بأجمل كلام بأحلى كلام بأرواع كلام بأقدر كلام وبأنقى كلام وأنور كلام على وهو كلام رب العزة والجلال والقدرة والكمال سبحانه وتعالى جل جلاله وتعالى شأنه وتباركت أسماؤه وتقدست روحه وتعظمت قواه وارتفع سلطانه وعلى جهه قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله المبين القرآن الكريم في سورة البقرة بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وألنا مناسكنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم موضوع حلقة اليوم أو درس اليوم أو فيديو اليوم أو لقاء اليوم كما أردتم هو خليل الله حبيب الله صديق الله قريب من الله سبحانه وتعالى أو قريب الله النبي الذي الرسول أو النبي الذي اختاره الله سبحانه وتعالى خليلا واتخذ الله إبراهيم خليلا وهو سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كان هذا الرجل يمتاز ويشتهر ويعرف بالكرم والجود وكان رجلا خيرا والكريم هو الله سبحانه وتعالى هو أكرم الأكرمين وكان يعني معطاء لدرجة أنه يمكن أن يذبح آخر شات في بيته لكي يكرم ضيفه أو ضيوفه يذبح آخر شات وآخر طير من الطيور في بيته لكي يكرم ضيفه أو كما قلت ضيوفه لذلك أحبه الله لذلك اتخذه الله سبحانه وتعالى خليلا والخليل يعني الصديق وليس أي صديق الصديق الحميم الصديق القريب الصديق الحبيب واتخذ الله سبحانه وتعالى إبراهيم خليلا فهناك قصة أردت أن أشاطرها معكم أحبتي وهي أنه في يوم من الأيام دخل رجل يعني عند أو لا يعرفه سيدنا إبراهيم الخليل عند نبي الله عند رسول الله سيدنا إبراهيم الخليل يعني كضيف واستقبله ورحب به كعادته مع الجميع ومع كل ضيف يدخلوا ومع كل ضيف يدخلوا إلى بيته أو إلى منزله فطبعا أمر سيدنا إبراهيم يعني زوجته أن تبتدأ في تحضير الطعام إلى آخره فيعرفه ويعرف بالكرم وبدأ سيدنا إبراهيم يتحدث إلى هذا الرجل ويعني يتكلم معه إلى آخره ويؤنسه بالحديث لكلا يحس بالضجر أو الملل أو يحس أنه يعب ثقيل أو ضيف ثقيل على سيدنا إبراهيم وفوجأ سيدنا إبراهيم من خلال حديثه يعني أن هذا الرجل لا يعتقد في وجود الله ولا يؤمن بالله أو كما نقول ملحد يعني لا يعتقد في وجود الله فطرده غضب سيدنا إبراهيم غضبة شديدة يعني وزمجر في وجه ذلك الرجل وطرده من منزله قاله أخرج من منزله أنت لا تؤمن بوجود الله وأنا لا أحب ضيوف لا يحبون الله ولا يؤمنوا بوجود الله ولا يعترفون بوجود الله سبحانه وتعالى خرج ذلك الرجل يعني وعاد أدرجه كما يقال باللغة العربية الفصحة ونزل سيدنا جبريد بأمر الله سبحانه وتعالى مالك الوحي الروح الأمين الروح القدس أمين الوحي عليه السلام بأمر من الله سبحانه وتعالى وسأل طبعا هذا كلام الله سبحانه وتعالى يتحدث إلى سيدنا إبراهيم عن طريق شيدنا جبريل مالك الوحي فقال له لماذا تردته يا إبراهيم قال له إنه لا يؤمن بوجود الله ولا يعترف بوجود الله ولا يؤمن بالله وملحد إلى آخره فأجابه رب العزة والجلال والقدرة والكمال طبعا عن طريق ملك الوحي الذي ليس هو إلا رسول يبلغ رسالة ربه فقال طبعا الله سبحانه وتعالى لسيدني إبراهيم عن طريق ملك الوحي كما قلت أنا أطعمه وأسقيه أربعين سنة لأن ذلك الرجل كان يبلغ من العمر أربعين سنة وهو لا يؤمن بي ولا يعترف بوجودي فحمر وجه سيدنا إبراهيم وأصبح يرتعد ويرتعش وخاف ويعرق وخرج مهرولا ومسرعا كالمجنون وأنا طبعا أستسمح في المصطلح خرج يعني كالذي فقد صوابه يعرق وينهج ويركد ويجري ويلهس إلى غاية أن وصل إلى ذلك ويبحث عن ذلك الرجل إلى غاية أن وصل إليه فطبعا وصل سيدنا إبراهيم خلين نحاول فقط جميعا أحبتي أن نتخيل تلك القصة وذلك المشهد وذلك المشهد من نهاية يعني كما يقال القصة أو الفيلم أو المشهد كما أردتم فوصل إليه طبعا وهو في حالة مزرع يلهث وينهج من الرقد وطبعا من خوفه من الله ووجوه مصفر ومخدر ومحمر كما أردتم تخيلوا لكم أن تتخيلوا ذلك المشهد كما أردتم كما تخيلته أنا وقال له من فضلك يا سيدي من فضلك يا أخي من فضلك يا سيدي ارجع معي إلى البيت ارجع معي إلى البيت أريد أن أصطدفك مرة أخرى وأنا آسف على ما حدث فتعجب الرجل وأصبحت عدة علامات استفهام تدور في ذهنه يا ترى يا هل ترى يا ترى يا هل ترى ما الذي حصل ما الذي غير سيدني إبراهيم لكي يعني يتغير 360 درجة كما أردتم ويغير معاملته ويغير قراره ويريد أن يعيدني مرة أخرى إلى منزله لكي يضيفني ما الذي حصل ما الذي حصل فتعجب الرجل ودهش وصعق ورأى سيدنا إبراهيم يلهث وينهج وحالته مزيعرق وألوان يعني عدة ألوان أصبحت على وجه سيدنا إبراهيم طبعا من الرقد ومن الله ومن الخوف وأصبح يتلعثا في الكلام مسألة طبيعية خاف 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 من كلام الله قال له الله سبحانه وتعالى أنا أطعمه أربعين سنة وهو لا يؤمن بوجودي ولا يؤمن به وأسقيه فسأل سيدنا إبراهيم وقال له ما الذي حدث أخبرني ما الذي حدث لكي والذي جعلك تغير رأيك وتغير يعني قرارك وتأتي إلي على هذا الشكل في هذه الحالة المذرية ما الذي حصل قص عليه فقص عليه فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا سيدنا إبراهيم خليل الله سبحان الله ونبي الله ورسوله سبحان الله فأردت أن ألتقيكم أحبة في الله في هذه الساعة المباركة في هذا اليوم المبارك وأن تشاهدوا هذا الفيديو في هذه الساعة المباركة لكي أوصل إليكم هذه المعلومة وأن الإنسان يفعل الخير حتى مع السفلة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في وصيته لسيدنا علي قال يا علي اصنع المعروفة ولو مع السفلة فقال ومن هم السفلة يا رسول الله قال الذي إذا وعظته لا يتعذ وإذا زجرته لا ينزجر ولا يبالي بما قال ولا ما قيل له ورغم ذلك افعل معه المعروف فعمل الخير أحبتي في الله هو من أولى الأولويات يعني بالترتيب الأولوي افعل الخير وانساه وخيرك يا أخي الكريم وخيرك يا أختي الكريمة وعند الله باق سبحانه وتعالى أختم كلامي بأعظم كلام وأجمل كلام وأروع كلام وأنقى كلام وأنور كلام كما افتتحت به كلامي وهو كلام رب العزة والجل القدرة والكمال قائلا في صورة الأنبياء بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقامة الصلاة وإتاءة الزكاة وكانوا لنا عابدين صدق الله مولانا العظيم مسك الختام لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله عليه أفضل الصلاة وأجمل عليه أفضل وأجمل الصلاة وأزكى وأعتر السلام بها نحيا وبها نموت وعليها نلقى الله في أمن الله وحفظه ورعيته وأتمنى لكم كل الخير شكرا جزيلا في أمن الله تم بحمد الله